فعلا نروح الفينيلا الحمراء لعب الدور مهم جدا في فوز سيدات الاهلي لكرة الطائرة على نادي الزمالك تلاتة واحد في المباراة التي اقيمت اليوم فريق الطائرة متصدر بواحد وعشرين نقطة من سبع جولات سبعة في تلاتة بواحد وعشرين في البطولة ودون هزيمة كمان فريق نشيئات النادي الاهلي للكرة الطائرة أربعتاشر سنة حقق اليوم فوزا مهما على حساب نادي الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري العام ولكن خلوني أبدأ برضو مع حضراتكم قبل ما أكمل سلسلة نجاحات النادي الاهلي النهاردة أو سلسلة فوز النادي الاهلي النهاردة وفيما يخص الكرة الطائرة تحديدة انتهت درس انتهت درس لأنه هناك فارق كبير جدا ما بين الولاء وما بين أو ما بين الولاء والإخلاص وما بين أن أنت تجري ورا الفلوس ما عنديش مشكلة أن حضرتك عايز فلوس هتقول لي أنت ملك فرحان قوي كده أن أنت كسبت في الطائرة وكسبت أنا فرحان لأنه تم إرساء المبادئ والأخلاق على أي شيء آخر تم إرساء القلب وروح الفينيلا الحامرة والأهلي بمن حضر تم إرساء هذه الجمل بشكل رائع وفريد النهاردة في اللي احنا شايفينه أمام حضراتكم لأنه هناك البعض حاول أو اعتقد أنه من الممكن وبالمناسبة هو حر اللي عايز يعمل حاجة يعملها أنا ما بتكلمش على حد ولكن أنا بتكلم أنه اعتقد أنه من الممكن أن يستطيع أن هو يهز استقرار فريق كرة الطائرة اللي بقاله مئة سنة بيأخد البطولات دي مش مئة سنة يعني عشان محدش يقول لي أنت بتقول مئة سنة بقاله فترة طويلة جدا بيأخد كل البطولات فعشان كده كلنا كنا منتظرين هذه المباراة كلنا كنا منتظرين أن تستطيع المبادئ والولاء والإخلاص أن يتغلبوا على أي شيء آخر هل ده معناه أنه أي حد أي حد عايز يبشي من النادي الأهلي صدى لحضرتك الباب يفوت لعبين كتير جدا 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 الباب يفوت لعبين كتير جدا 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 لكن يظل دائما النادي الأهلي باسمه وكيانه وتاريخه ومبادئه أخلاقه إخلاصه ولاءه هو اللي بيكسب مش حد تاني عشان كده أنا مبسوط وسعيد وفرحان مش فارق معايا إيه اللي حصل في الهندبول وإيه اللي حصل في الكورة على رغم من إحنا كسبنا لكن في الآخر أنا مش فارق معايا أنا فارق معايا لأنه وحضرتك قاعد بتتفرج على مثل هذه المباريات حضرتك بتحس أن الأهلي بيلعب الأهلي الناحى التانية ولكن الفرق كبير جدا أنت ممكن تشتري لاعب واثنين وثلاثة واربعة ولكن لن تستطيع شراء روح الفانيلا الحامرة لن تستطيع شراء الأهلي بمن حضر هو ده السر اللي عايز اللي أنا فارحان عشانه مش اللي أنا الوحدي اللي كل جمهور النادي الأهلي فارحان وسعيد علشانه اللي مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة فارحان وسعيد علشانه مش إن أنا كسبت مباراة ما أنا بكسب على طول إيه الغريب في إن أنا أكسب فيش حاجة غريبة تخليني أمبسوط وسعيد بصدوا أستاذ خالد مرتاجي عامل إزاي ده مش عشان إنه هو كسب المباراة إطلاقا أنا ما اتصلتش بيه وسألته ولا الجرحي أستاذ الجرحي ولا الدكتور محمد سراج مبسوطين علشان إحنا كسبنا الزمالك في المباراة ده الطبيعي اللي بيحصل خلال الفترة الأخيرة وأنا هنا ما بتريعش أنا بتكلم بجد الفترة اللي فاتت كلها تقريبا النادي الأهلي بيتسايت كل بطولات الطائرة في السيدات ولكن النهاردة الفرحة كانت ممكن تكون أكتر شوية من أي وقت آخر لأنه تم إرساء المبادئ والأخلاق وتم إرساء أن الأهلي بمن حضر إحنا كجمهور النادي الأهلي حفظين وعارفين مثل هذه الأمور ولكن إحنا بنقول للجميع من خلال هؤلاء البطلات اللي تمسكوا بالنادي الأهلي أنا عندي قصص كثيرة جدا جدا فيما يخص فريق الطائرة سيدات تحديدا وعندي قصص كثيرة جدا فيما يخص نقل المباراة النهاردة مثلا يعني ولكن أنا مش هتكلم في هذه الأمور أنا مش هتكلم في هذه الأمور أنا عندي قصص أقدر أتكلم فيها وقصص بالمستندات ومبرهنة ولكن أنا كنت إدارة القناة النهاردة كانت مصرة أنها تزيع المباراة دي بأي طريقة أو بأي حال من الأحوال ليه؟ المباراة دي تحديدا ليه؟ علشان نقول للبنات الطائرة قناتكم وإعلامكم ومجلس إدارتكم موجود معاكم عشان أنتو بنات تستحقوا الاحترام كسبتوا أو تغلبتوا أو حصل إيه اللي حصل ده قبل المباراة فكلنا كنا مصرين كل الناس كانت مصرة الناس تقول لي هو ليه بعض أعضاء مجلس إدارة الناد الأهلي أو كل أعضاء مجلس إدارة الناد الأهلي كانوا موجودين في هذه المباراة أولا ده بيحصل كتير لكن النهاردة تحديدا كلهم كانوا وقفين مع البنات الطائرة علشان يقولوا لهم شكرا ليكم على إخلاصكم وعلى مبادئكم وعلى ولائكم لناديكم ولإسم ناديكم ولنسر ناديكم إحنا بنوصل لكم أن أنتو أحسن لعبات موجودين في مصر شكرا